فقال الراغم رحمه الله تعالى وغفض له لشيثنا وللمسلمين أسمم اعتلم من الأسماء ما كالمصطفى والمصطفى مكارما فالأول الأعراب فيه يقدر جميعه وهو الذي قد قصر الثاني من قصور يوظهر أرطعه وكباعي عن نجر أيكا للآخر من يؤرفوا وهم يؤثوا ما كلا نعرف فالآلث من فيه غير الجزم غير الجزم وهم يؤثوا ما تيدروني وغفض فيه من الوحيد جاكما ثلاثة وما تفضل في اسم الله اسم الله الرحمه هذا النوع الأخير من العراب العراب الثلاثة ونوع العراب محلي يقعون في النبنيات وهي الضمائر واسماء الاستفان واسماء الشرق واسماء الإشارة واسماء الأفعال والاسماء المنصولة والجعل المضارع والجعل المضارع إذا اتصلت به نور التوكيل المباشرة أو السنة لا نور الإنث والنوع الثاني العراب التقديري يقع في ثلاثة اسماء وثلاثة أفعال المقصر إعرابه كله تغذيري والمانع التعذر جاء الفتاة ورأيته فتاة ومرتدعه وقوله والأول الإعراب فيه قدرال يمعه والذي قد قصرها قصرها لا نحلي واحدة والثاني المنقوص تقدر عليه الضمة رفعا والكسرة جرم وتظهر الفتحة لخفتها تقول رأيته قاضية يا قومنا أجيب داعي الله ويتقدر الضمة عليه فتولى عنه يؤلع الداعي لا شيء نكر وتقدر عليه الكسرة جرم موطعين للداعي وقد تظهر عليه الضمة على ثقلها لا أدري متى أنت جائي فيوما يوافين الهواء غير ماضيين وربما قدرت عليه الفتحة قال ولو أن واشن باليمامة داره قال المضرد من أحسن الضرورات الشعرية المضاف ولاي المتكلم تقدر الحركات كلها والمانع اشترار المحل تقول جاءه لامي ورأيته لامي ورأيته لامي الفعل المضالع المعتد بالألف تقدره يضمة رفعا تقول زيدن يسعى وتقدر عليه الفتحة نصبا تقول زيدن ليسعى والمضالع المعتد بالألف بلواوي أو بلياء يدخلان في هذا الباب لكن في حالة واحدة وهي في حالة الرفع فقط تقول زيدن يدعو ويرمي فإن انتصد صار يعرابهما لفويا لن يدعو ولن يرمي والثلاثة عند الجزم يكون يعرابها لفويا يكون يعرابها لفويا في حالة الحالة تقول لم يرضى ولم يدعو ولم يمشي وفي كتاب الله لم ترى فليدعو ناديه ومن يكسب خطيئة وإنه ثم يرمي اتبعني أهدك فقل تعالى واتلو ولا ياتلي ولنفضلي منكم والسعات النوع الثالي العراب اللفوي وهو ما لم يقفل محليا ولا تقديريا أنا قوليه أيها الأخير من أعرفه هوا ولوياهم فمعتله فليل فنفضل فيها غير الجزم وهو النصب والرفو وأبد نصب ما كيدعو يرمي تظهر عليهم الفتحة نصبا والرفع فيه منوي تقدر عليهم الضمة رفعا فقط والحذف فيه منوي واحد الجازماء برك الله الثلاثة هل تقضي حكما لا تبا واجبا عليك إذا قدرت إذا قدرت على الإلف قولت المانع التعذر وإذا قدرت على اللواء وإذا قدرت على الثقل يقبلني ولكن على ذقل وإذا قدرت على ما قبل إياه المتبضل يقبل المانع اشتغال المحل وكلاء لو قدرت وكلالك قبل أغواء الجماعة ضربوا نقول فيه فعل مرض مبنيوا على فتحة مقدرة فبعضه نقول هذا منعاً مزاءه اشتغال المحل وكذلك اغلب 위해 الضوم بالإكثلا فيها الجماعة والله أعلم